كان السؤال متى على شعب الله أن يرفض الطاعة بأي أمور أنا ذكرت مقدماً أنه في موضوع الإجهاد لأن الإجهاد هو عملية قتل عملية قتل والحكم والدينون عليها كجريمة قتل جريمة قتل ومرات القتل الرحيم بما يسمى قتل العجايز أو مرضى عقلياً إلى آخره في بعض الدول لكن حبائي على المؤمن أن يرفض الطاعة ونرى أمثلة في العهد الجديد مثلاً في سفر أعمال الرسل مكتوب في صحاح أربعة فأجابهم بطرس ويحنى وقالا إن كان حقاً أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا لما في ناس بتحاول تحجز الحق وبتمنعك إنك تتكلم عن يسوع المسيح ولسيما أنت عارف أنه إذا ما تكلمتوش هذا الشخص هالك ورايح على جهنم فمستعد يضح بحياته بموته في سبيل أنه ينزر وينقذ الشخص الآخر أنه ما يرحش للنار بعدم إيمانه فكانت الفكرة أنه لا تتكلموا بهذا الإسم فقالوا حكمه يعني هل يليق؟ لا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا في عمال 529 مكتوب فأجاب بوتروس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس يعني خلاص المسيحية كانت ماشية بانسجام وتناغم مع الإمبراطورية الرومانية لما وصلت لوضع أن الإمبراطور صار يضو الشمع والبخور وعلى المسيحي أنه يقول أو يردد قيصر هو الله ولسيما أكثر ابتدأت في أيام الإمبراطور دومشيان اللي اضطر يحنى الرائي يحنى البشير تلميذ المسيح أن يروح للسبي يروح للنفي في جزيرة باطموس فهنا رفضت المسيحية وقالت لا يعني مستحيل لأنه ننكر أو نرفض يسوع المسيح وبالنتيجة كانت واجهة اضطهاد شرس جدا 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 في تاريخ الكنيسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة